مستخدمين Windows 10 لسا سام دين وإيليل ماسك سيحصل على تريليون وماذا المقابل؟ رئيس باكرسوفت يقول أن الطاقة لم تصبح تكفير بتشكيل الذكاء الاصطناعية وبعدها الأسعار طاحت جوجل ستأبعد و ستقوم بعمل مراكز بيانات في الفضاء لكن كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبكم فيصل السيف حلقة جديدة من أخبار أول بأول وكل شيء جديد في عالم التقنية دائماً معكم بإذن الله دعوكم تابعون وأكيد الله يفعبنا يا رب العالمين أجمعين أبدأ بالأخبار مستخدمين ستيم ما زالوا معتمدين على نظام Windows 10 ويمثلوا نسبة 31% من مستخدمين ستيم نفسهم النسبة تعتبر كبيرة ولم نقصت عن الشهر الماضي إلا شيء قليل مع أن مايكروسوفت وقفت تحديثات Windows 10 مستخدمين Windows 11 يمثلون نسبة 63% من المستخدمين حالياً الغريب أن نسبة مستخدمين Windows 7 زادت أيضاً بعد توقف تحديثات Windows 10 حسناً، ما سبب توقعوا في بالكم؟ أولاً، كمية النسخ المتوفرة من Windows 7 في المجال السيبراني كثيرة فوق ما تتصوره وأيضاً للأكواد التي تعتبر نوعاً ما أصلية ولم تستطيع أن تأتي بماكروسوفت وتلغيها بشكل كامل أضيف إلى ذلك اعتماد الشركات على النسخ المخففة بالذات في المنظومات المغلقة التي لا يوجدها مطلب للتحديثات الدائمة وهذا أمر موجود وللأسف يأثر على أمن السيبراني عالمي شركات الذكاء الاصطناعي تواجه مشكلة في توثير الطاقة ورئيس مايكروسوفت ستايا نادلا في أحد تصريحاته ووضح أن المشكلة التي تواجهها هي نقص الطاقة لتشغيل حواسيب الذكاء الاصطناعي مع أن المشكلة التي كانت متوقعة هي قدرات الحاسوبية والحاجة إلى تطويرها مع كم التزويد من أشبه الموصلات وفيها النقص أيضاً، وضح ستايا نادلا أنه يمتلك عدد كبير من شرائح الذكاء الاصطناعي التي لا يستطيع أن يشغلها ولا يستطيع أن يفعل شيء الظاهر أن الشركات ركزت على القدرة الحاسوبية وتطويرها ونسى توفير الطاقة لهذه القدرات الحاسوبية عندما نذهب لرئيس أوبن اي آي، أيضاً اتفق مع رئيس مايكروسوفت وأظهر توقعه بأزمة طاقة كبيرة في هذا المجال ليس في مجال حياتنا العامة بأنه تنقص الطاقة، لا لا لا، هناك مجال تطوير الذكاء الاصطناعي أيضاً، أكد توقعه بأن الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي ستستمر ومراكز الطاقة لا ستعطل هذا الموضوع أبداً لكن بعد تصريح ستايا على طول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، ستطيع بشكل ملحوظ ومنحوظ أنه بعد التصريح حدث المشكل، هل هناك بالفعل أزمة الطاقة؟ نعم، هناك أزمة طاقة كبيرة وهناك نفس نماذج الذكاء الاصطناعي وحاجتها الكبيرة، نهمها الكبيرة، لأنها تحصل على قدر كبير من الطاقة وهذا الموضوع كان من أساسيات الذكاء الاصطناعي بمراحل المتقدمة AGI ASI وغيرها من المراحل التي تطرأ معنا في ذكاء الاصطناعي ومن فترة كان هناك تركيز على إيجاد أماكن بديلة نحصل من خلالها على كم ضخم من طاقة نظيفة مستدامة مثل المملكة العربية السعودية مثل كندا وبعض الدول الأخرى التي فيها هذا القدر مع وجود في المملكة ميزة الأمر الاقتصادي الحسن وأيضاً موجود لدينا قدرات التقنية جداً ممتازة كندا لديهم المساحة الكبيرة ولكن مشكلة الأجواء تساعدهم بشكل كبير لأن تكون لديهم شمس مستدامة بشكل كبير وأيضاً الوضع الاقتصادي ليس كامل ولكن لديهم مسألة تبريد الخوادم كون أن الجو يساعد فالموضوع ليس عوضي العالمية ولكن يظل في حلول حنجيلها وبالحلقة بعد يوجد حل جوجل ضربين في السماء فالله يصير بالعالمين أونر في حدث استثنائي لهم حطموا رقم قياسي جديد ودخلوا موسوعة جنس مع هاتف اونر اكس ناين دي الهاتف المسكين بالنسبة لي الذي ورناه شغله هنا في المكتب الجهاز حقق أعلى مسافة يسقط منها هاتف ذكي طبعاً يستاهلوا هذا الرقم بصراحة لأن أجهزتهم بالفعل صلبة وتتحمل وأكيد مع كل إصدار يكون هناك تطورات جداً حسنة مع هذه الأجهزة ونعرف أن الفئة هذه ماسكة نفسها فئة الأكس ناين ماسكة نفسها صح من ناحية أعتادها قوتها والأمور الباقية فيها يعني تتحمل النار معنا ويصير فيها منظر جيداً أحلى شيء أن منظور الكاميرا هذا هو فتخيلوا هي ترمينار عليها الوضع محزن ولكن الله يقويكم يا أونر أعلنت جوجل بشكل رسمي أنها تنشئ مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء وسيتم إطلاقها عام ٢٠٢٦ وقبل أن تقولوا أرض مسطحة ثوانية أول شيء ما أتيتم من العلمين لقليلة ورب العالمين سبحانه وتعالى أمكانية جداً كبيرة في العلم وقدرنا نقوم بعمل أقمار الصناعية وغيرها من الأمور ولكن دعني أعود إلى مشروع جوجل كون أن الكلام عليه وليس عن الشطحات الثانية المشروع اسمه Project Suncatcher ويتكون من أقمار الصناعية تعتمد على الطاقة الشمسية لتشغيل وتوفير الطاقة لمراكز البيانات المدعومة بشرائح الـ TPU المخصصة للذكاء الاصطناعي من جوجل وفي المدار الصحيح على ارتفاع ٦٥٠ كيلو متر تقريباً الواحي الشمسية تكون فعالة أكثر بثمان مرات مقارنة بالأرض بسبب التعرض المستمر للشمس ودون وجود ليل أضيفه إلى ذلك الجو ونظافة ونقاء الجو الموجود في الفضاء مما يعني أنه لا يأتيهم أيام فيها أخبار وتقلل الكفاءة، لا يأتيهم أيام فيها مطار أو أيام فيها غيوم وتقلل الكفاءة للألواح أيضاً الطاقة ستكون أكثر وتكاليفها أقل المستدامة والمتشغيلية وأيضاً نتحدث عن مراكز البيانات ستكون هناك أفضل من كونها في الأرض أول قمرين سيتم إطلاقهم في عام ٢٠٢٨ كنماذج أولية أبسط الموضوع، هذا قمر صناعي نفس القمر الصناعي، تعرفوا قمر ووجه ناحية كبار هذه تكون ألواح الشمسية، وهذه تتغير على أساس أن تجيب الطاقة الشمسية بشكل مستدامة وداخل القمر يكون موضوع الذكاء الاصطناعي الموجودة من معالجات ومعالجات جي بيوز وغيرها من الأمور التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي فالقمر أصلاً هو ذكاء الاصطناعي موجود هناك مع منظومة الاتصال بين الأرض وما بينه فهو يدور يسبح في هذا المجال الفضائي وأموره طيبة ويزودنا بكم كبير من ناحية القدرات الذكاء الاصطناعي ويتبرد وضبط أموره وكل شيء لا يوجد نفس الأمور الموجودة على الأرض هل ينجح المشروع؟ ننتظر ونرى شراكة جديدة بين سناب شات وبربلكسيتي تسمح لمستخدمين المنصة باستخدام بحرك بحثهم الذكي للمحادثة والإجابة على جميع أسئلة المستخدمين حول مليار مستخدم سناب شات ممكن يسووا بحث عن أي موضوع بدون الحاجة للخروج من نفس التطبيق لأن المحرك هذا سيجيب المعلومات بطقة والمصادر ستكون موجودة أيضاً وتعتمد أيضاً على نفس الاستخدامات المستخدم وأنماطك ولأن هذا كان استنهاي الخدمة الجديدة ستظهر للجميع في قسم المحادثات تلقائياً في أوائل سنة ٢٠٢٦٦ بالنسبة للمستخدمين سناب شات تعتبر هذه إضافة ممتازة أكيد أنه سيحصلوا على الخيار تخيلوا أنكم تواصلوا مع أصحابكم ثم تسألوا محرك بحث عن وصفة طبخة محددة أو خبر عاجل هل هو صحيح أو لا؟ يرد عليكم المحرك بإجابة مختصرة بالنفس الروابط المصادر وأكيد دائماً يحرصوا عليها التطبيق أيضاً سيكون متكامل ويقلل التبديل ما بين التطبيقات وكيد سناب شات لا يرتاحوا لأن كلما قللتم خروجكم من التطبيق كلما تقضوا وقت كثير معهم وإعلانات تأتيهم أكثر وبربليكسيتي ستحصل على وصول لمئات الملايين من المستخدمين من خلال سناب شات وسوف تدفع الشركة لسناب شات مبلغ 400 مليون دولار لبربليكسيتي شيء ثاني يعني هي شراكة في وراها منفع مالية ولكن أيضاً ببربليكسيتي ستحصل على مسألة تدريب النموذج بشكل أكثر كفاءة وأيضاً أضعوا في خاطركم أنه سيكون هناك خصائص مع إطلاق هذه نفس الخاصية خصائص في مسألة جعلها فعالة أو لا تلقائية أو لا عشان موضوع الخصوصية لماذا تدفعوا مع أصحابكم تدفعوا في النص دخل وقالوا لا لا المعلومة غلطة وهو يصبح هناك رقابة على المحادثات هذا الشيء ما نريد إيلان ماسك وموضوع التريليون من تسلا تسلا نفسها تبدأ رحلة تعتبر ككتاب جديد في مستقبل الشركة حسب وصف إيلان ماسك مع رؤية لتحول تسلا إلى عملاق المجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وسهل تسلا وافقوا على رؤية إيلان ماسك وعطوه حزمة تعويضات ضخمة ما يمكن أن تصل إلى تريليون دولار إذا حققت الشركة أهداف محددة مثل زيادة القيمة السوقية للشركة إلى 8.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات يعني تقريباً ستة أضعاف القيمة الحالية بالإضافة لزيادة الأرباح وغيرها من الأهداف واحد تريليون يعني واحد جنبه في 12 صفر مع الاتفاقية هذه إيلان ماسك لا سيحصل على تريليون دولار بشكل مباشر أبداً لا سيحصل على تريليون ستكون من خلال 12 دفعة من نفس المميزات خلال عشر سنوات المساهمين نفسهم يرون أن هذه التعويضات ستساعد في نمو الشركة وتشجع إيلان ماسك على الإبتكار وعدم مغادرة الشركة إبتكار واستقاعد للناس إبتكار واستقاعد مرة كويس فيها وبعضهم يرونها مبالغ فيها بشكل كبير ولكن بالنسبة لهم الفائدة المالية هي التي تعويض الفوائد الأخرى فبالتالي لا يوجد مشكلة تريليون يذهب عليهم إذا لديهم قيمة شركة ضخمة وأيضاً أموال عجيبة توصل لهم من نفس قيمة تسلا في 21 نوفمبر بإذن واحد أحد مخيم كرز لعامل 2025 يبدأ كرز منصة تقدم هلول للناس المصابين بالسكري وثقافة عاملة هذا المجتمع والمخيم يعتبر أكبر تجمع عالمي لمصابيه السكري من النوع الأول فعليات كبيرة وكثيرة في مخيم كرز بالرياض بإذن الله رابط التسجيل سأضع لكم في وصف الحلقة وأكيد نراكم هناك بإذن واحد أحد الدينو مارك ستخططه مرة رائقة تعلن عن نظام قادم لحظر وصول الأشخاص تحت عمر 15 سنة من أنهم يوصلوا لمنصات التواصل الاجتماعي إلا وفق شروط محددة وزير الشؤور الرقمية الدينو ماركي وضح أن 94% من الأطفال الدينو ماركيين تحت 13 سنة عندهم على الأقل حساب واحد في منصات التواصل الاجتماعي يأتيكم لايك ويقولوا اوه لايك جاني لايك ويأتي أطفال الدينو ماركيين يأتيكم لايكات ومقدار الوقت الذي يقضونه على الإنترنت والمحتوى الذي يرونه يمثل خطر كبير عليهم قالت أيضاً أن شركات التقنية العملاقة يملكون كم كبير من الأموال ولكنهم غير مستعدين للإستثمار في سلامة الأطفال صراحة معها الحظر يتم بعد تأكدهم من عدم وجود ثغرات في النظام تسمح الشركات باستغلالها يعني التقييد لن يكون بشكل مباشر بل بعد دراسة جيدة للموضوع وللحين ليس معروف ما هي المنصات التي تتأثر في هذا النظام نظام مثل ذلك هل ترونه جيداً؟ هل يأتي عندنا أم لا؟ كل الردود التي تأتي بها سلبية نوعاً ما سأضعها من جانب الأقال من 15 سنة الردود التي تأتي بها إيجابية على هذا الموضوع إن أعطيتوني شرح صحيح أرى أن أعلمكم طيب وفوق الـ 15 الله ينرب العالمين يفعباً أجمعين ونهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك أراكم على خير بإذن واحدة